عانت مصر من ظاهرة أكلي لحوم البشر في العصر الفاطمي بسبب مجاعة تعرضت لها البلاد في عهد المستنصر وقد سميت تلك المجاعة بالشدة المستنصرية وهي مصطلح يطلق على مجاعة حدثت في مصر نتيجة غياب مياه النيل لسبع سنين متواصلة وقد عرفت هذه السنين بالسبع العجاف وقد كان ذلك في نهاية عصر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله في مستهل النسف الثاني من القرن الخامس الهجري من تاريخ الدولة الفاطمية في مصر وقد ذكر مؤرخون أن الشدة المستنصرية كانت من أشد المجاعات التي حدثت بمصر وذلك منذ عصر سيدنا يوسف عليه السلام فقد أكل الناس بعضهم بعض وأكلوا الدوابة والكلاب وقيل إن رغيف الخبز بيع بخمسين دينار وقد ميع الكلب بخمسة دنانير ليوكل وقد روي أن الأحباش كانوا يتربصون بالنساء في الطرقات لاختطافهن ليس لفدية أو لاغتصاب وإنما لأكلهن ترجمة نانسي قنقر